كشف مظر مقرب من منظمة بدر في محافظة ديالا عن عقد اجتماعا استثنائيا بحضور المحافظة السابق مثنى التاميمي قال ان قيادة بدر في ديالا عقدت اجتماعا استثنائيا لمناقشة اربع ملفات ملحة ابرزها الشان السياسي بعد تشكيل الحكومة المحلية وملامح المرحلة القادمة واستحقاقاتها اضاف ان هناك امتعاض لا يخفى من مجريات تعمد بعض القوى تهميش دور المنظمة السياسية رغم انها جاءت بالمرتبة الاولى في الانتخابات ولا يمكن ان تكون لاعبا ثانويا في ملف ديالا والسعي لعقد المزيد اللقاءات من اجل بلورة مسارة ادارة المرحلة القادمة ومن جانبها شر المحلل السياسي ابراهيم خميس الى ان تهميش بدر باي صورة لا يخدم استقرار ديالا وهي متزال تملك اوراقا مهمة قادرة على احداث متغيرات جوهرية في المشهد العامة مؤكدا بان المرحلة القادمة حبلة بالمفاجآت بعد نشوب خلافات بين اعضاء مجلس المحافظة ترجمة نانسي قنقر